بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدة أنا كلاديا روزبخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوان هابيتات معالي السيدات والسادة الوزراء السادة المؤمنين ورؤساء البلديات السادة السفراء وممسلي البعثات الدملوماسية والمؤسسات الدولية السادة أعضاء البرلمان السادة ممسلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات السادات والسادة الحضور في البداية أولاً مراحب بكم جميعاً في مدينة الإسكندرية التي تستضيف اليوم هذا الحدث العالمي المميز إن اختيار الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق يجسد ما تعنيه المدن الساحلية من قدرة على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية فالإسكندرية ليست فقط مركزاً ثقافياً وحضارياً ثريداً بل هي نموذج ملهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضرية المعاصرة إن وجودنا اليوم معاً يعكس التزامنا المتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع ومن خلال هذا الحدث نتطلع لتسليطه على التجربة المصرية التنموية ورؤيتنا الواضحة لمستقبل يراعي الاستدامة البيئية ويسعى لتمكين المدن من مواجهة التحديات المناخية المتزايدة بفعالية كما سيتيح لنا هذا الحدث فرصة باستكشاف حلول جديدة للتحديات البيئية التي تواجه المدن خاصة تلك التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء التغير المناخي مثل مدننا الساحلية السيدات والسادة كان موضوع يوم المدن العالمي في الأقصر عام 2021 حول تكيف المدن للمرونة المناخية أما موضوع اليوم فيركز على دور الشباب في قيادة العمل المناخي والمحلي هذا التكامل بين الفعاليات المختلفة من قمة المناخي في شرم الشيخ عام 2022 إلى استضافة المنتدى الحضرية العالمية في القاهرة وتركيزه على أن جميع الجهود التنموية لجعل مدننا مرينة ومستدامة تبدأ محليا يؤكد التزام مصر العميق بقضايا التنمية المستدامة على المستوى الدولي ويبرز جهودها في توطين التنمية في مجالات المناخ وتمكين المجتمعات المحلية واسمح لي أن أشير هنا إلى التزام الحكومة المصرية بإحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالمناخ وبالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة فوفقا لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024 تقدمت مصر في التصنيف العالمي حيث تحتل اليوم المرتبة الثالثة والثمانون من بين 166 دولة وهو تقدم ملحوظ يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية فبالنسبة للهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة نواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي البيئي لتحسين جودة الحياة وتقليل التحديات البيئية في المناطق الحضرية وفيما يخص الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي هو واصل مصر جهودها للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية إذ نسعى لدعم هذا التحول من خلال السياسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات الهامة إن أكبر تحدي أمام الخطط الطموحة للتنمية المستدامة هو توفير التمويل وفي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية المتكملة للتمويل التي تعتبر مرجعاً أساسياً لضمان توافق السياسات المالية مع احتياجات التنمية في المدن وتعزز هذه الاستراتيجية من التوازن بين المحافظات وتهيئ بيئة ملائمة لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومن خلال حدث اليوم نستعرض بعض الأمثلة الناجحة بهذه الشراكات في مدينة الإسكندرية حيث نجحت المدينة في جذب الاستثمارات الخاصة لمشروعات مرتبطة بالمرونة المناخية سيدات والسادة إن مصر مستمرة منذ قمة المناخ عام 2022 في تمثيل القارة الأفريقية بجهود حثيثة لتعزيز الالتزام بالاستدامة الحضرية لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه المجتمع المحلي وتحويلها إلى فرص اقتصادية كبيرة لتطوير مشروعات جديدة لتوفير وظائف ودعم الاقتصاد المحلي وفي هذا السياق تتبنى الحكومة المصرية نهجا تدريجيا داعما لللا مركزية لضمان مشاركة مرينة وفعالة للمدن والمجتمعات المحلية في المصار التنموي ونعمل على تمكين المجتمعات المحلية وكذا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كما نؤمن بأن الشباب قادرون على ابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجه المدن لذا نعمل على تمكينهم من لعب دور فاعل في التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية واسمحوا لي أن أشير هنا إلى مدينة الإسكندرية كونها نموذجا يحتزى به للمدن الساحلية في تحويل التحديات إلى فرص وما حققته من إشادات دولية متعددة كمدينة رائدة في مجال التنمية للمدن الساحلية وحصول الإسكندرية على جائزة شانغهاي اليوم وما لذلك من دلالة كبيرة لنجاحنا في توطين أهداف التنمية المستدامة السيدات والسادة بالختام ستظل مصر حاضنة وداعمة للقارة الأفريقية ونموذجا للتحضر وتعزيز مرونة المدن استلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود المحلية لدفع عجلة التنمية ونتطلع إلى أن يكون الحدث اليوم بمسابة حجر الأساس لخطوات عملية تتبنها المدن حول العالم في تسريع التنمية الحضرية والعمل المناخي مما يفتح آفاق واسعة أمام المدن لتبني ممارسات مستدامة يسعدني وأن أختتم كلمتي بدعوتكم جميعا للقاء مجددا في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة الإسبوع المقبل تحت شعار الكل يبدأ محليا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة هذا الشعار الذي يجسد إيماننا بأهمية العمل المحلي لتحقيق التنمية المستدامة ويمهد الطريق نحو تحقيق تموحنا المشتر